رأيك إيه النهاردة في أفشا في وجود إمام عشور؟ أي أفشا وإمام عشور مع بعض ووراهم أكرم توفيق؟ أفشا كريم طول الوقت حنتكلم على الجودة طول الوقت بنتكلم على إنه أفشا لعب مهم جدا للنادي الأهلي سواء نعلى بديل لا بأساسي أيا ناس كتير كتبت تتكلم على إنه أمام جنب أفشا بعض المباريات تتحمل إن الاتنين يكونوا موجودين لكن فيه سلاح مهم جدا عند أفشا غير صناعة اللعب فيه سلاح مهم جدا عند أفشا غير إنه بيتحكم في الإقاع سلاح التصويب هو سلاح مهم جدا كام لعيب في مصر بيقدر يصوب كام لعيب في مصر بيقدر يصوب بالدقة دي كام لعيب في مصر كل معظم تصيباته ما بين القائمين والعرض كام لعيب هتدوم على إيدك مش هعده خمسة مستحيل امسك التمنتاشر نادي بالتلاتين في القائم تتكلم على خمسمائة واربعين لعيب كام واحد؟ واحد في المية منه أفشا ده بقى من ضمن الواحد في المية دول فلازم أمسك فيه بإيدي واثناني ولازم أنه ياخد فرص أكتر من كده ولازم يمسك هو كمان في الفرص أكتر من كده تعالى أقولك هو ليه بيتواجد دايما في المنطقة دي وليه هو الوحيد اللي عنده الجراءة وعنده الدقة مش بس الجراءة أنه دايما يعمل عملية التصويب النهاردة من خلال أكتر من كرة واخت تعليمات أنه يعمل عملية التصويب أجيب لك أنه الراجل طول الوقت هو متوجد في المكان الصح أهم من التصويب وأهم من التكنيك هو متوجد في المكان الصح تعالى نشوف التصويبات اللي عملها أفشل نهاردة سوقف الهدف الملغي سوقف الكرة اللي ارتدت من الحارس بوسها كريم وقف نارجع ارجع معلش ارجع معلش ارجع هو بيشاور لكريم فؤاد حلو بس أحب أفكرك أن الوقت يدايم الآن يدايم بص بصه هنا بيعمل إيه هنبي يعمل إيه هو بيشاور بصه أناز جاي منين؟ من العمق. هو بيشاور لكريم فؤاد عشان يدهنه في المساحة دي. اللي هي دايما المساحة اللي بيهاجمها افشا. في العبرة دايما انت لو رجعت فريم واحد هتجيب اشارة ايد افشا هو بيشاور بيقوله ادهني هنا. عشان يسيب له الكرة في المنطقة اللي هو رايح بقى رياحية ومع المساحة. اهي. كمل 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 كمل. هتلاقي بيش اهو اهو اهو. رايح له بيقوله الدين الكرة. لان هو طالب الكور. بص وراح كمل عليها. يمكن حظه ساي انه سامر اتكب مخالفة اه مع مدافع مودرن سبورت. لكن التصويب والتكنيك يا كريم يساوي كتير قوي. انا بالنسبة لي هي دي اللعيبة اللي اللي بتساوي فلوس. بص. التكنيك حلو قوي. دايما افشا بحطبط رجلو دايما اوارته ناحية الشمال. هو عارب بيشوت فين? هو مش لعيب. عنده عملية انا بشوت الامام ليه? ارجع ارجع. بص. اي بص. بيزعق الامام هنا. لانه طبيعي هو رايح بوشه. بدل ما امام يحطه بوش رجل خارجي كده. ببطن رجل وسند الرجل جاي في المواجهة جول. مع افشا الكورة دي جول. على فكرة في جاءت لاطر مرسي الكولر كمان وكان بيشاول ان هو بصهاله. ان هو لازم يحطهاله. طبعا. ان هو لازم يحطهاله. اهي اهي. هو هتطهاله. ودي ميزيت افشا دايما انا كريم. بيباصي ويتحرك. هو باصي عشان يسندهاله. يحطها يكمل. كمل اللي بعدها. عشان الوقت. اهو. بيقول له بصهاله. حطهاله هنا تحت. وبعدها رفع له امام ايده. بص هنا كريم. اول قرار. عند افشا. التصويم. ارتدت. جات في منتصف المربع. ان الكورة بعيدة شوية. لكن دايما. 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 الحل في القرار. في التكنيك. في المكان اللي بيتواجد فيه. دي تعليمات. كان بيعملها امام في بعض الاوقات. لكن في النهاية انت بتتكلم على جودة. على تمرين. افشا. النهاردة مسجلش. افشا النهاردة ما صنعش. لكن من المباراة الجاهدة جدا لأفشا. واتمنى. انا مؤكد انه هيكون متواجد في مباراة الكاس. فاتمنى ان هو يكمل على الاداء ده. علشان يبقى ليه دور فيما تبقى من الموسم. لانه اوراق الاهلي في وسط الملعب تتساقق. ديانج مؤكد رحيله بعد مباراة بيرامدز. موسم عمر السلاية انتهى مع النادي الاهلي. احمد نبيل كوكا في الغالب موسم انتهى لانه موجود في الاولمبياد. وان شاء الله نكمل هاري حيلحق اخر مبارتين تلاتة. فبتتكلم على تلات لعيبة من اجمالي سبعة موجودين مش موجودين. فدلوقتي الاهلي باعتماد على من اربعة لخمسة. فكده كده افشا ياخد وقت. وياخد وقت طويل. فلازم يمسك في الفرصة لان وجود افشا وفاصل طرع بالنادي الاهلي مهم.